الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبت 2022 في دورته الخامسة هذا ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية وحرس الرئيس السيسي على مصافحة أحد الحضور من دويئ الاحتياجات الخاصة في افتتاح المؤتمر ويعد معرض مصر الدولي للبترول إيجبت 2022 أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتين شمال أفريقيا والبحر المتوسط أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بيتروليام بي بي نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليام برنارد لوني وذلك على هامش نعقات معرض مصر الدولي للبترول إيجبت 2022 وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي والتي تعد من أكبر منتج النفط في مصر فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التنفيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتدليل آية عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترولي في مصر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول على هامش نعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجبتس 2022 وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول انطلقت فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أفريقيا أوروبا المقامة على هامش القيمة الأفريقية الأوروبية المرتقبة الخميسة المقبل والتي تستضيفها بروكسل وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أن أجندة فعاليات أسبوع أفريقيا أوروبا تستهدف الجمعة بين الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أفريقيا وأوروبا لمناقشة جوانب الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي وتعزيز الروابط بين الجانبين وأشار الاتحاد إلى أن أجندة الفعاليات تضم تنظيم نقاشات لدعم صوت وإشراك الشباب في اتخاذ القرارات وفعاليات تقافية واقتصادية والقضايا المتعلقة بالشراكة بين الجانبين مثل التحولات الخضراء والرقمية والصحة والتعليم والنمو المستدام وخلق الوظائف يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لقاءا مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو في محاولة لوقف التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية وعشية زيارته لموسكو حثى المستشار الألماني روسيا من كييف على اغتنام عروض الحوار الهدفة إلى وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن النشاطات العسكرية لروسيا على الحدود الأوكرانية غير مفهومة وأنه لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1243 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفعها إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 388.943 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2129 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 60 حالة جديدة ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة